السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بقى سيبك من كرش لان كرش المشكلة ما بيتش كرش دلوقتي المشكلة ان في حد شايف حاجة غلط ومصر على الغلط ادينا شفنا اخر نتيجة ان انت تلعب بدماغك اديك تلعب تجيب مدرب مش فاهم اي حاجة مدرب كان قاعد في بيتهم ما بيعملش اي حاجة وانت تجيبه لمجرد مصالح شخصية لمجرد انا انا لو من الاتحاد المصري النهاردة والله اقسم بالله المطشل الفضلين قدام غنية بساو قدام السودان والله العظيم ما يديرهم والله ما يديرهم كرش لان الن النهاردة اللي عمله النهاردة في المطش ده ده اسمه اهانة للشعب المصري اهانة المنتخب المصري اهانة للشعب المصري واللي مش عارف قيمة المنتخب المصري انا بقول يمشي ومعلش ما احترام ليكم يا جماعة انا بكلم بعصبية شوية مش علشان الواحد عايز يتعصب ولا الواحد لا هو ده كان متوقع هو ده كان معروف ان ده اللي هيحصل فبالنسبة لي انا كمحمود لا الموضوع مش بالعكس ده احنا الحمد لله انا هتلاح الوحد صف يعني لو منتخب ناجيرا النهاردة اللي هو منتخب قاله اك ده الراجل جاي كده يومين ثلاثة ومشهج لحد ما مدرب الاساسة ييجي ويعمل عليك جنبي كده النهاردة ما فيش كورة صح مجرد ما بدأت ان انت تلعب زي ما الناس بتطلب ومش زي ما الناس بتطلب مية في المية ازاي منتخب مصر يا جماعة بيلعب واحد زي مصطفى اه زي 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 واحد زي مصطفى محمد يلعب وينج ازاي انا مش فاهمها النهاردة محمد شريف منزله في الديئة تسعين انت واخد محمد شريف عشان تقعده على الديكة الاحتياطي كنت بتلعب محمد صلاح بتلعبه وراس حربة ليه محمد صلاح بيلعب في ليفربول طيب محمد صلاح بيعمل سويتش مع ساديو مانيو مع فرمينيو مع جوتا مع الناس دي انت هنا مين اللي بيعمل مع سويتش حاطت رمضان صبحي انت مجرد ما نزلت زيز ونزلت رمضان صبحي بدأت يبقى ليك شكله وبدأت تروح على المرمى بالصراحة يا جماعة الكلام في الكتير هيبقى له يعني أنا مش حابب إن إحنا نبقى نوع من أنواع العصبية ورد الفعل اللي هو عشان خاطر الماتش خسارة أنا ما يهمنيش الخسارة ولا يهمني كاسل للأمم الأفريقية كلها أديك شفتم يا جماعة النهاردة عشان الناس اللي بتجي بعد كذا اشتم وتقول لي أنت بتشتم في أفريقيا يعني ماتش النهاردة يقف 3-4 مرات في شرط الأول عشان الكرنة مش مظبوطة وضغط الهوى بتاعها مش مظبوط طبعاً لا مش بقول إن ده سبب إن مصر خسرت النهاردة لا مصر خسرت النهاردة بسبب هاني بريدة مصر خسرت النهاردة بسبب هاني بريدة وأنا من قناتي دي ومن هنا بقول لكم طول ما هاني بريدة حاضر إيض على الكرة المصرية والله ما هنشوف خير وأنا بقول لكم من دلوقت منتقب مصر هيطلع من البطولة دي ومنتقب مصر مش رايح لجاس العالم وده جيل فاشل خلاص الجيل ده جاب أخره مع احترامي محمد صلاح ده لعيف حدة تانية محمد صلاح مظلوم على المنتقب لسه ده جيل فاشل لأنه جيل مبني على المحسوبيات وكل كل حاجة وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيعقبهم النهاردة يعتبر أرجى الواحد في المنتقب اللي هو أكرم طفيق صاب بطولة واعتقد أنه مش هيكمل بيت البطولة خلاص يعني هيرجع مصر أنا بعتقد كده لأن المصابة شكلاك هتكشي صابة صعبة فالحمد الله رب العالمين إن ربك لابل إيه إن ربك لابل مرصان فالنهاردة يا جماعة المنتقب المصري خسر علشان خاطر هنا بريدة هنا بريدة هو اللي متحكم في كل حاجة في الكرة المصرية هنا بريدة هو الكرة المصرية كل حاجة دلوقتي بقت فلوس المنتقب المصري شبع فلوس خلاص الناس بتدورش على الفلوس لكن الجمهور بيقول إيه والجمهور عايز إيه والجمهور بيتنايل على العين ويقول إيه النقاط بيقولوا إيه ما حدش بيسمع لأي حاجة أنا بقول لكم الكرة المصرية رايحة في دهية رايحة بداهية الحاجة الوحيدة اللي مضيئة في الكرة المصرية حاليا هي النادي الاهلي بس يعتبر هو الوحيد اللي بيحط الابتسامة غير كده المنتخب المصري من مصخرة لمصخرة لكل حاجة شايفينها يعني ما يتغرش ان احنا وصلنا مرحلة هيا في تسويق أس العالم تكنت بتلعب منتخبات المفروض من الطبيعي ان انت اصلا تفوت فوق عليها وتسعد كمتصدر لمجموعتك ولكن انا بقول لكم المسخرة الكبيرة ما امش في البطلة دي المسخرة الكبيرة ان شاء الله بتشوفوها باذن الله تعالى في شهر 3 الجاي في المباراة الفصلة تسويق أس العالم لما ان شاء الله طوع مع تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا حتى طوع مع شايفين ناجيري عملت النهاردة دي ناجيري النهاردة بديتك واحد مع الرأفة النهاردة انت مصرع على عمر مرموش وعمر مرموش لا شيء زيرو النهاردة انت مصرع على ناس معينة في دماغك وهي كلها زيرو النهاردة بتدفع بترزيجي المصاب وبتحرق ترزيجي البجرد ان هو مصاب لعيب قاله اكتر من انت مشهور ما بيلعبش تنزله كاساسي في حين ان انت عندك زيزو وعندك رمضان صبحي ولكن لا حياته لما انت نادي يوم ما ينزل زيزو يروح مطلع مصطفى محمد منتقى الهزلية ويجي في الدكسعين منزلي محمد شريف ده مدرب خرفان وده اقدرة خرفانة وانا بقول يا جماعة والله ما ده تعصب عشان الخسارة الخسارة عادي ممكن تلعب احسن حاجة وتخسر ولكن التعصب ان انت بتقول واللي احنا بنقول هو اللي بيحصل في الملعب لكن للأسف البعض لا يسمع ولا يرى لانهم بتوع مصالح وبزنس وانا بقول طول ما هنا بريدها هو حاطط بكورة المصرية في دماغه بقابلونا نشوفنا خير واحسبوا كلامي ده كده واكتبوها جماعة وانتخب مصر وهو كبيره اوي لو صعد من المجموعة دي هيتطلع من الدور الجاي ده لو طلعنا يعني كسبنا السودان وممكن كمان نعمل يعني ممكن كمان غنية بساو تعمل معك ماتش قاوي وممكن تطلعك عادي فانا بقول لكم احنا لو طلعنا من المجموعة دي اخرنا الدور الجاي وفتسوكس العالم مش هنعمل اي حاجة وانا بقول لمحمد صلاح يا ابني خد شونتك وروح لعفليف بربول واعتزل دولي اكرم لك ما تلعبش مع المنتخب ده لانك انت بتهين نفسك وبتهين سمعتك لعب دولي مع منتخب زي ده ما احترمي ليكم طبعا منتخب المصري في كل شيء ولكن انا بتكلم على هذا المنتخب لعبة بلا روح لعبة بلا فايدة مع مدرب خرفان مع اتحاد كورة وانا بقول كمان الاتحاد والكورة اللي تم الانتخابه هيبقى اكثر فسادا واكثر اه يعني هتشوفوا حاجات حلوة ان شاء الله كورة المصري الراحة في ده بازن الله على ايدي الناس الجميلة الناس اللي متعرفش للغة البزنس والفلوس وطلعنا من الدور التاني قدام جنوب افريقيا وجينا برضو ادي البطولة ديت وان شاء الله بازن الله مصر طلع من الدور الاول او الدور التاني بالكتير قوي وطرصات الكسى العالمي بنسه كان مش متشائم لكن هو ده الواقع لان من لا يسمع ومن لا يرى ومن لا يفهم انا بقول ده منتخب علشان يتم انقاذه وانعاشه وادراك ما يمكن ادراكه هاتو حسام حسن يمسك المنتخب هاتو حسام حسن يمسك ولازم يجي قرار يا جماعة قرار قرار ارفع ايدك يا هاني يا بريدة عن الكرة المصرية لانك انت ازيت الكرة المصرية اكتر ما افدتها انت من احنا اخر بطولة افريقية اخدناها كانت 2011 من 2011 لحد النهاردة ما اخدناش بطولة افريقية وصلنا البطولة في 2017 بس ما اخدناهاش لكن احنا زي ما بقول هذا المنتخب هو اسوأ نسخة اللي شفتها من يوم ما طلعت وتعبعت كرة اسوأ نسخة لمنتخب مصري شفتها اي النسخة ديك اتمنى ما كنت قاسي النهاردة ولكن لازم نقول الحقيقة وزي ما قلنا ما لا يقول الحقيقة لا يستحق ان يكون يعني انسان احنا بنقول الحقيقة تعجب الناس زعل الناس كل واحد حر شكرا لكم اتمنى يعني ما كنت سخيف في الحلقة دي وكنت يعني متعصب شوية بس بصراحة اللي معصبني مش الهزيمة اللي معصبني اللي احنا بنقوله هو اللي حصل في الملعب ولسه اللي هنقوله برضو هو اللي بيحصل في المنهار. شكرا ليكم. اتمنى لكم كلكم السعادة. نتمنى الفوز بكل المنتخبات العربية. ان شاء الله ربنا يكرم منتخب السوداني. وبكر ان شاء الله عندنا المنتخب التونسي. ربنا يكرمه ان شاء الله. شكرا ليكم لعجبتك الحلقة طبعا. اوعى تعمل لايك. وله مش عقبك القناة. اوعى تعمل اشتراك. خليكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.